الألوان مو صد شرايكم الحين شنا سوي ايلون تابون شادوا البرتقالي ولا الكحلي ولا بنفسجي ولا الشامبين حطيت لوس فاودر تحت العين عساساً إذا طاح شيء ممشكلة الكحل نحددها شفتوا هني شقة العين اوكي بعدين أقوم مو كامل من هني هذي شقة العين شوق سوري الكرب والعين هني سوري الكحل بعدين نأخذ البنسل برش اللي صايا شكلت شديد صغيرة مو الكبيرة وتمشون على الكحر اللي سوينا ونستمر في الدمج والدمج والدمج وأهم شي في هذا اللوك الدمج والتدمجين طريقة صحيحة لا تعفسون الدنياء بعدين نأخذ فرشة كبيرة ونأخذ السوفت براون نبتدي ندمج الحدود ونطلع أقوب نأخذ شدو أسود ونطبطب على نفس المنطقة اللي نعزز المكان اللي نعزز اللون الأسود هني عشان ألي أبايا شنو قال هنأخذ اللون الكحلي اللي اخترته ونحطه بالنص فقط هني هني هنالك نفرشة نضيفها نقوم ننضغ تحت العين شعن نشتغل على تحت العين شوفوا الشدو شون صار وبين لنا هنكي هل أسود ونمشي على الخط السوفلي مو داخل العين لا شوفه أهلي اللي سوينا قبل لا ينشف اخذ لون سوكت براون وننتم نجع مع الكحل اللي تحت اللي وصارتنا شدو اسود نطلع هني زاوية العين شذي نسل في شمالتنا هالي بعدين فط كحل لون ازرق داخل العين هذا من برجوة بعدين شفتوا زاوية العين هني شدو اللي هو لونه صدفي بنسجي بس هني زاوية العين شلي نفس الشي هني بوق شوي شلي شوهوا الالوان اليوم ابدا بنوت هذا قلت لكم عني من قبل كان اوتا ستوك حين رد مرة ثانية شي يعطي ان الشفايف من الله مورد الشفايف من بسان في التور موجود عند اوتاك كان خالص خلص اوتاك حين ردوه ايان داخل الخلص من الموقع من الموقع من الموقع من الموقع تستطيع ان تضعه بعدين هني شوفوا هكذا الغدود شريخ اولصنا انظر ما اخذدي الماء ايان باستخدام وهذا الشادو نقدر أن نقمج الحمراء ويأتي نجل ان اشتاء انزين لا أنضع الحمراء بس الحمراء لا حسنا بحاجة عظيمة يريدها الشيء بصرموش تائم هذا الفيغمينت الذي استخدمت اليوم من غير اي مثبت ولا شيء بالضبط فرشة وعلى طول حطيتها نفسي اللي وريتكم بالضبط طبعا غيرت الحمرة كالعادة البيجمينتات خيال أنا حطت لكم ياهم كلهم حتى البلشر اللي استخدموا شكرا